السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويطيكم العافية اليوم محاضرتنا بعنوان Infection Control Requirements and Hemo Dialysis Unit طبعاً أول شيء أعرفكم من نفسي معاكم مالك البلوي خصائي أول مختبرات في مكهبة العدوى في مدرية تبوك في محاضرتنا اليوم راح نتكلم عن Hemo Dialysis راح نبدأ بIntroduction بعدين Infection Control Practice for Hemo Dialysis Unit Surological Test and Vaccination and Dialysis Unit وفي الأخير ممكن نتطرق الموضوع Water Treatment in Dialysis Unit طبعاً زي ما تعرفون Dialysis or Renal Replacement Therapy is a procedure that replaces normal kidney functions in removing metabolic waste products by diffusion through artificial Hemo Dialysis or Natural Berytonium Semi-Premiable Membrane طبعاً Dialysis هو بروسيجر يحاكي وظيفة الكلية لكنه يسير بشكل خارجي عن طريق المشين الHemo Dialysis أو عن طريق البريتوني اللي هو ما يحتاج جهاز خارجي ولكنه برضو artificial Infection is the first cause of hospitalization and the second most common cause of mortality among Hemo Dialysis بشكل خارجي طبعاً Infection بسبب اساسي الHospitalization عند البشكل اللي يروحون الHemo Dialysis وبرضو يسبب مرتلتي عالية الHemo Dialysis بشكل خارجي على الفسكولار axis Infection Control in the Dialysis unit remain the most important major to maintain a healthy environment and to prevent and avoid dissemination of infection among immunocompromised patient طبعاً من أهمية مكافة العدوى والبركتس المتعلقة بمكافة العدوى في الHemo Dialysis unit إنها بتساعدنا إننا نمنع انتشار العدوى بين المرضى immunocompromised في الHemo Dialysis unit Infection risk at the Dialysis settings Transmission of infection in the Hemo Dialysis units occurs mainly through contact transmission by either direct from patient to patient or indirect على سبيل المثال contaminated devices equipment and supplies environmental services or hand of health care personal طبعاً إذا انتقال العدوى في الHemo Dialysis unit غالباً يصير عن طريق التلامش يا أما بين patient to patient أو بشكل غير مباشر عن طريق ملامسة الأشياء بشكل غير مباشر زي الأجهزة الملوثة الأدوات الملوثة الأدوات التموين الأسطح أو الـ ID الخاصة في الهيث care وك تجدهم infection فمثلاً السكر الضغط الأمراض المتعلقة بالكارديوفرسكر system الأدوية التي تثبت المناعة والأمراض الكريتيكال الدياليسيز أيضاً تضغط ريسك of infection because of direct access into normal sterile areas the circulatory system والبروتنية الكافيتي ليش تزيد نسبة العدوى في الهيمو دياليسيز لأنه في اتصال مباشر مع ال circulatory system والبروتنية الكافيتي نجي الآن للinfection control practices for hemodialysis unit طبعاً in each chronic hemodialysis unit policies and procedures should be reviewed and updated to ensure that infection control practices recommended for hemodialysis units are implemented and regularly followed طبعاً مهم جداً أنه يكون عندنا في المراكز الهيمو دياليسيز أنه يكون فيه إجراءات وسياسات محدثة ومعتمدة ومطبقة طبعاً بعدين ممكن نسوي education to the new staff ونسوي re-education to the existing staff regarding these practices طبعاً كل ما تحدث للسياسات لازم يتعلموا عليه السياسات الجديد وأنه حتى السياس الموجود ممكن أنه نسوي له إعادة التعليم أو إعادة تدريب على السياسات الجديدة البلوسي والبرسيجر إيش خصائصها وإش المهم يكون فيها طبعاً ويجب أن تكون قابل للتطبيق فلي أبليكيبل لا يمكن أن نحط سياسة غير قابل للتطبيق طبعاً لازم تحتوي السياسة على هاند هايجين والريكميندد بيرسون البروتكتف اكوبمنت والأسيبتك تكنيك وهذا محصراً ممكن تحتوي على عناصر أخرى الانفيرومنت حسب تعليمات المصنع لكل دياليسز ماشين التطهير وتعقيم البايشن في الهيمو دياليسز طبعاً بعد كل ما نخلص من بايشن وفي ريجولر كرينينج and ديسينفكشن of water تريتم سيستم ديستروبيوشن سيستم and دياليسز ماشين حسب تعليمات المصنع طبعاً دورين دي بروسيس وف هيمو دياليسز إكسبوجر تو بلد اند بتينشي كنتامينات ايتم كان بي روتين لي انتسيبيت طبعاً خلال عملية الهيمو دياليسز الاكسبوجر للبلد وال كنتامينات ايتم طبعاً متوقع الترانسميشن باي كونتاك كان بي بريفنت باي طبعاً كيف نحمي من العدوى هذي عن طريق هاند هايجين واستخدام الكلوز و ديسينفكشن of انفيرومنت سيرفسز أول عنصر عندنا اللي هو الهاند هايجين طبعاً زي ما تعرفون الهاند هايجين لكل الأمثلة طبعاً مو حصرة لهمودياليسيز الهاند هايجين مهم جداً في كل الهيلث كير سيتننز هاند هايجين يحمي الهاند هايجين يحمي الهيلث كير و يحمي المريض الهاند هايجين يمكن تجهز الجن و تجهز انتيبيوتك طبعاً من اهمية الهاند هايجين انه يحمي من انتشار الMDR زي الستاف اوريوس مثل سين رزيست و غير ها طبعاً كيف نعرف انه الهاند هايجين مطبق وانه حسب الستاندرد لازم يكون عندنا عدد كافي وسهل الوصول من السينك الهاند واشينج طبعاً حسب 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 القايدلاين لازم يكون one for every two to four chairs of bits ولازم يكون عندنا الكح الهاند زي ما تعرفون ال five moment اكيد انكم تعرفون كلها before touching a patient before cleaning a septic procedure after body fluid exposure risk after touching patient after touching patient surrounding طبعاً هذا بشكل عام كيف ينطبق على الهيمو dialysis ممكن نفصل فيها الهيمو dialysis كيف تنطبق ال five moment اولاً before touching a patient طبعاً قبل ما ندخل الهيمو to provide care to patient قبل ما نبدأ ال contact with the vascular access site before adjusting or removing cannulas بالنسبة before aseptic procedure طبعاً cannulation or accessing catheter before performing catheter site care before parenteral medication preparation before administering infusion or IV medication بالنسبة following body fluid exposure risk طبعاً following exposure to any blood or body fluid following contact with other contaminated fluids for example spent dialyzed after handling used dialyzer blood tubing or priming buckets after performing wound care or dressing changes بالنسبة moment الرابع after touching a patient when leaving the station after performing patient care after removing gloves واخيراً after touching patient surrounding when leaving the station after touching dialysis machines or other item within the dialysis station after removing gloves after using chair side computer for charting how to hand wash and hand rub illustration this is in the administration and I think everyone is in the person protective equipment during the process of hemo dialysis gloves are needed whenever caring for patient or touching the patient's equipment hand gloves in environment through hemo dialysis what is necessary to fluid resistant gong face shield or protective eye wear surgical mask when doing any procedure when we do procedure for patient gloves and gongs are likely to become contaminated with blood or body fluid substances when they are visible when they are visible they are visible soiled damaged and on routine basis between patients we have to change the PPE aseptic technique or medication or medication things that are used like syringes or swab and infusion bottle taken to the patient station should not be used for other patient or return back to a common clean area يعني الأشياء التي تنوخ للpatient لا ينفع أن نرجعها ل common clean area يجب أن تسكارت بعد الاستخدام للpatient patient طبعا prepare medication in an area or a room separated from the patient treatment area and designated only for medication الأدوية يجب أن نتحضر فورفة منفصلة عن الأدوية تبع المريض لا ينفع تحضير الأدوية في patient area طبعا use single dose biol for berenteral medication when possible طبعا يجب أن نستخدم single dose خصوصا في berenteral medication do not use single dose single dose single use medication vial ampules and bags or bottle of intravenous for more than one patient أي item مخصص single use single dose يجب أن يستخدم patient واحد حتى لو يجب أن يسوى له discard do not combine the leftover contents of single use vial for later use لما يبقى شيء في single use container ما ينفع نضع مع بعض عشان نستخدم ها بعدين should be discarded multi dose medication if needed for more than one patient على سبيل المثال heparine they should be prepared in a medication preparation area for more than one patient in a patient room in a case that we need multi dose medication such as the heparine we need to be prepared in a medication room and the multi dose vial is to enter patient area clean cleanse the access defera of medication vial with 70% alcohol before inserting the device into the vial diiferam على العلب كما تشاهدون بالصورة هنا يجب يتعقم 70% الكحول قبل ما نضع فيه syringe use of syringe every time طبعا use of new syringe every time نستخدم الأدوات هذه نستخدم معها new syringe if if the multi dose medication is brought to the patient treatment area it should be discarded and should not be returned back or used for another patient if the multi dose medication لو دخلت على patient area تعقيب فنرميها على طول بالنسبة الانترافينيس medication vials labeled for single use must not be punctured more than once once a needle has entered a single use vial can no longer be guaranteed الvial اللي محطوط عليها single use إذا دخلت إذا أخذنا منها باستخدام الإبرة مرة واحدة خلاص بعدها discard لأن تعتبر غير استيرائي فلازم discard ما نستخدم ها twice do not eat drink or smoke under daily treatment area طبعا من المهم أنه daily treatment area ما يكون فيها الأكل ويفضل أنه يكون في sign علشان الناس تكون واضحة لهم أنه ممنوع الأكل والشرب في الأريا هذه الكلين وال disinfection establish written rules for cleaning and disinfection disinfecting surfaces and equipment in the daily system unit لازم يكون عندنا policies established ومكتوبة تحدد لنا طرق الكلين and disinfection لل services and equipment in the daily system unit طبعا باستخدام approved MOH disinfectant for cleaning and disinfection of all non-critical surfaces in the daily station and other environmental surfaces لازم تكون approved ودايما نرجع للتعليمات المصنع في حال تغير ال recommendation after each patient treatment session all surfaces at the delices station should be cleaned with bleach 1 to 100 dilution of household bleach 300 إلى 600 ميلي جرام per litre يكون free chlorine or comparable intermediate level disinfection including the following يعني إذا نستخدم البليت 1 إلى 100 أو نستخدم intermediate level disinfection اللي هي لل outside of the machine beds and overbed trail computer counter blood pressure cuffs and tubing TV control call light special attention to control panels on the delices machine and other surfaces that are frequently touched and potentially contaminated with the patient's blood طبعا لازم نتم في المونتر تبع الجهاز لأنها ممكن تكون من high touch surface وممكن تكون ملوثة البلد طبعا following the manufacturing recommendation regarding the disinfection and surfaces between patients طبعا دائما لازم نرجع لتعليمات المصنع من المachine وكيف نسوي لها cleaning disinfection between patients cleaning of blood spills في حالة أنه صار عندنا blood spill لازم يتعامل مع trained staff should deal with the spill of blood or body fluid using the standard protocol طبعا لازم يكون الشخص متدرب على التعامل مع biohazard spill kit blood or body fluid حسب البروتوكول المتبع عليه وبرضو تعليمات المصنع process of internal cleaning and disinfection of dialysis machine in between patients should be performed according to the manufacturer's instruction again process cleaning machine لازم تكون حسب تعليمات المصنع unused backup standby hemo dialysis machine should be disinfected according to the manufacturer's instruction في حالة أنه عندنا أجهزة غير مستخدمة أو stand by لازم تتعقم حسب تعليمات المصنع again any reusable medical equipment must be cleaned and disinfected before being returned to a common area or being used for another patient أي الأدوات reusable لازم تتنظف وتتعقم قبل الاستخدام مع patient آخر أو قبل ما ترجع ل common area generated by human analysis unit might be contaminated with blood and should be considered infectious and handled waste in hemod dialysis لازم تكون موضوعة في biohazard back غير قابل للتسريب زي اللي هو موجود عندنا هنا في الصورة بالنسبة النيدل 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 والشارب النيدل لازم تكون ترمى في الشارب كنتينر زي اللي موجود هنا ويكون للليك والبنكشور الانفكشو واس كنتينر والشارب كنتينر لازم تكون available in each dialysis station with proper size and compatible with the size and length of the produced waste and sharp طبعا ال waste container والشارب لازم تكون موجودة بأعداد كافية في the hymo dialysis unit ولازم تكون ملائمة للحجم اللي تطلع وتكون discarded immediately ال isolation precautions طبعا بالنسبة ل contact precautions for patients at increased risk for transmission of pathogenic bacteria including antimicrobial resistant strain infected or colonized with MRSA or VRE additional precautions contact precautions are also required during the whole dialysis session طبعا بالنسبة لل patient اللي عندهم risk مثل scene resistant staphylococcus aureus أو vancomicicine resistant terococci لازم نتعامل معهم contact precaution وبرضو during ال dialysis session لازم نتعامل مع الpatient contact precaution كيف نعمل الأشياء هذه أن نسوي placing patient in a single room or with another patient infected or colonized with the same organism يعني cohorting بس لازم نرجع لل infection control practitioner طبعا use of gloves whenever entering the patient room use of gown when accessing the patient room for potential contact with the patient environment surface or item in the patient room طبعا البایشنت لازم يلحط في single room أو مع patient مع نفس organism طبعا لازم نرجع لل infection control practitioner استخدام gloves متى ما دخلنا على patient room والقون يستخدم لما نبغى نسوي access to patient room for potential contact with patient environmental surface الأسطح والأيتم in the patient room اللي هي الأدوات فو الأغراض اللي موجود في غروفة المريض management of patient with acute respiratory illness يعني to prevent the transmission of respiratory infection زي MERS COVID-19 the following infection control measure should be implemented طبعا acute respiratory illness patient patient اللي يجون the hemodiolysis unit must be triaged at the entrance لازم يصير لهم triage في الانترانس patient اللي عندهم أمراض تنفسية should be segregated examined and evaluated immediately in a single room separate from any patient طبعا triage والexamination يصيروا في غرفة منفصلة ما فيها أي patient مختلف أو ثاني لازم يكون عندهم dedicated waiting area with a special separation of at least 1.2 meter between patient الpatient suspected respiratory illness أو acute respiratory illness لازم يكون في غرفة انتظار خاصة فيهم ويكون بينهم تباعد 1.2 meters في الغرفة الانتظار الخاصة فيهم الآن نجي لل prevention and management of hepatitis B virus طبعا في الدياليسي patient may become infected through the following mean اللي هو بالهبات الهبات طبعا internally through contaminated الدياليسي equipment على سبيل المثال venus pressure gauges isolator or filters externally through contaminated الدياليسي machines including their surfaces control knobs intravenous balls contaminated injection site breaks in the skin or mucous membrane طبعا في infection hepatitis B كيف ممكن تجي للpatient اللي في الهيمو diاليسي unit يا اما تجي بشكل داخلي عن طريق الدياليسي دوات الدياليسي الملوثة مثل venus pressure gorge 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 isolator ولا filter بشكل خارجي ممكن تجي عن طريق الcontaminated والأجهزة التدياليسي الملوثة عن طريق الأسطح والcontrol knobs ادوات التحكم في الجهاز او الانترا فينشبول اللي الستاند اللي يكون موجود في patient area ممكن يكون عن طريق ابر ملوثة او injection site ملوث وممكن يكون عن طريق breaks in the skin اللي هي جروح في الskin او في الميوكس ممبر طبعا الcontaminated item and surfaces such as clamps scissor telephone or walls طبعا هذه ممكن تكون source of infection للهباتات بي امبروبر handling of multi-dose medication vial and intravenous solution طبعا الاستخدام السيء او عدم التعامل الصحيح مع multi-dose medication vial وال intravenous solution هذا مهم للانفكشن the dialysis staff contaminated hands gloves and other objects عن طريق الستاف اللي يقوم بعملية ال dialysis prevent hepatitis B virus transmission among chronic hemodialysis patient require طبعا ايش نحتاج علشان نسوي prevention للهباتات بي virus transmission عند ال hemodialysis patient infection control precaution are recommended for all hemodialysis patient كل patient يجب يكونون تحت infection control precaution لكل patient infected and non infected كل patient يجب يكونون under infection control precaution routine syrologic testing for markers of hepatitis B virus and prompt review of result طبعا يجب يكون في فحص روتيني للفيروس الكبد الوهاي بي لل patient و لازم تتراجع النتاج بشكل سريع isolation of hepatitis B surface anti-gene positive patient with dedicated room machine other equipment supply and staff member طبعا patient اللي يكون عنده hepatitis B surface anti-gene positive لازم نحطه في غرفة خاصة فيه و machine خاصة separate room for treatment of hepatitis B infected patient طبعا مهم انه patient اللي عنده hepatitis B virus في hemodiolysis انه يكون في غرفة خاصة فيه و انه ال isolation strictly in the distinct room designate machines and equipment instrument machines and supply exclusively for hepatitis B infected patient وانه ما استخدم مع hepatitis B susceptible patient طبعا لازم يكون فيه اجهزة و equipment خاصة في المرضى اللي عندهم hepatitis B و مهم انه ما نستخدمها مع مرضى ثانين خصوصا الناس اللي susceptible من هم الناس اللي susceptible لل hepatitis B virus هو شخص ما عنده نتيجة negative و ما يكون اخذ اللقاح او انه يكون not tested unknown الستاف member are caring for hepatitis B surface antigen positive patient should not care for hepatitis B susceptible patient بتاع السي متاع طبعا برضو مهم انه الستاف اللي يتعامل مع المريض خلال دياليس يكون المريض hepatitis B positive ما يتعامل مع patient susceptible للhepatitis B الpatient training with education hemodialysis patients family and caregiver should be educated about the following طبعا لازم يتعلمون الساين and symptom of infections related to hemodialysis devices central venous catheter or AFB ABG and the importance of reporting these signs to the treating physician طبعا لازم مهم انه مهم يتعلمون الساين المتعلقة في الانفكشن ولازم انه يتعلمون ها ل reporting ل treating physician recommended ways to prevent infection of vascular access hand hygiene cuff etiquette and method of transmission of respiratory viruses برضه مهم انه training and education يحتوي على التوصيات الخاصة في الحماية من العدوى المتعلقة بالvascular axis ولازم يتعلمون الhand hygiene ويتعلمون cuff etiquette والطرق انتقال العدوى للrespiratory الموظفين على الاقل سنويا لازم يحصلون على training education قبل ما يبدون يشتغلون في الانت اهم الاشياء اللي نحتاج نركز عليها الهاند hygiene technique personal protective equipment mode of transmission طرق انتقال لعدوى for bloodborne viruses pathogenic bacteria microorganism and as appropriate handling and delivery of patient medication يجب يتعلمون كيف يتعاملون مع وكيف يعطون الأدوية الخاصة في patient لازم يتعلمون فصل hepatitis B surface antigen positive patient زي ما ما قلنا الهيباتيس B surface antigen positive patient لازم يتلقون الهيمو dialysis في single room و strictly isolated proper infection control techniques for initiation care and maintenance of access site طبعا لازم يتعلمون أو يكون البرنامج التدريبية يحتوي على proper infection control اللي الأساسيات مكاوت العدوى في التعامل مع maintenance of access site care وال initiation recording and monitoring of all dialysis barometer including routine serologic testing result for hepatitis B virus and hepatitis C virus وال hepatitis B vaccination status records of surveillance for water and dialysis site quality طبعا برضو مهم انهم يتعلمون كيف يتعاملون مع البرامتر الخاصة في dialysis ولازم يعرفون routine serological testing ومتيسير للهبات ASB وال C ولازم يعرفون حالة vaccination عند ال patient record of surveillance for water and dialy site equality لازم يسجلون البيانات العرضة بال surveillance للموية وال dialy site equality الhouse keeping مهم to minimize transmission of microorganism including proper methods to clean and disinfect equipment and environmental service الhouse keeping مهم في التخفيض العدوى عن طريق المثل الصحيح ل cleaning and disinfection خصوص l'equipment والenvironment الخاصة في hemo dialysis طبعا الآن سنلتقل cirrhizal test and vaccination in dialysis unit routine cirrhizal testing of dialysis patient طبعا الpatient اللي عندهم dialysis نحن نسوي لهم test بشكل روتيني طبعا لازم نشيك على hepatitis B surface antigen طبعا أي patient عنده hepatitis B surface antigen هذا يعتبر بريض hepatitis B antibody to the core antigen اللي هي anti HBC طبعا هذا الماركر يكون موجود عند patient يا في حالة chronic يا في حالة acute ممكن يكون positive قبل ما يطلع الهيباتيس B surface antigen positive antibody to hepatitis B surface antigen اللي هو anti HBS طبعا هذا إذا كان positive هذا يدل لنا أن البي patient أخذ الvaccination Antibody to hepatitis C virus اللي هو في حالة أن المريض كان عنده hepatitis C أو إنه شاكين في hepatitis C ممكن نسوي له testing ذا and Alenine Amino Transpharase اللي هو ALT should be performed on admission to hemodelysis unit الجدول الجدول يلخص لنا الموضوع فهنا سنأخذه بشكل سريع هنا بعد نفصل فيه لاحقا كل الpatient في الhimo dialysis unit على الادميشن أول ما يدخلون لازم تتعملهم التستات التالية الهيباتاتي بي surface anti gene وال anti hepatitis b core وال anti hepatitis b surface وال anti hcv وال alt أما في حالة إذا كان الpatient unvaccinated أو غير مستجيب للقاح أو vaccination وهو negative لازم نعمله الهيباتاتي بي surface انتجين بشكل شهري لننتأكد أنه ما عنده الهيباتاتي بي إذا كان الpatient anti hb s positive أكبر من 10 international unit أو وعنده الanti hb c negative هذا يتسوى له شكل سنوي طبعا إذا كان positive في أكثر من 10 international unit هذا الpatient يكون vaccinated والvaccine شغال عنده يعني إن شاء الله أنه سيكون protection والpatient اللي عنده الهيباتاتي core negative طبعا هذا ما نقول لا chronic ولا acute فيتسوى لهم anti hb بشكل سنوي لأنه موجود عنده الفاكسينايشن إذا كان الanti hbs and anti hb c positive هذا يعتبر no additional hepatitis b testing needed طبعا الحال هذا يحتاج لتفصيل بس ممكن يكون naturally acquired immunity anti anti hcb negative إذا الpatients لا لديه بتاع c ينعمل له بشكل شهري lalt وينعمل له بشكل نصف سنوي anti hcb لكي نتأكد أنه لم يجعلوا الانفكشن خلال فترات الدياليسي الروتين سيروليجي التستي لديه الدياليسي هنا ليجي عليها شوية تيتيل الباتيين الذين هم anti hbc and anti hepatitis b positive لا تحتاج لديه hepatitis immunity from hepatitis b virus infection موجودة الباتيين الذين هم هم anti hbs positive تحتاج annually anti hbs testing and a booster if anti hbs declined to list 10 10 micro international unit طبعا الباتيين اللي عندهم الvaccination حيكون عندهم الanti hbs وحيكون له قراءة كل ما كان الanti hbs اكثر من 10 فهذا يعني انه البروتكشن موجودة احيانا قد تقل النسبة عن 10 فمهم ان نشيك عليها علشان نشوف اذا اقل من 10 ممكن ياخذ بوستر جرعة التنشيطية للفكسين زي ما قلنا الباتيين المعرضين والناس اللي مهم مستجبين للفكسين نعمل لهم الهباتيس بي بشكل منثلي طبعاً طبعاً انه انه نسوي علام على فولس بوستيطي اذا كان البيشن اخذ الفكسين من فترة بسيطة الريكمنديشن انه يتحلل من شهر الى شهرين بعد اخر جرعة من الفكسين الباتيين اللي عندهم هباتيس سي يعني ما عندهم هباتيس سي يتعمل لهم الالت بشكل شهري الالت اللي هو ليبر ماركر والانتهباتيس سي فيروس يتعمل كسورولوجي كل ستة شهور الفكسينيشن تبع الهباتيس بي مين اللي يسوي لهم فكسينيشن تبع الهباتيس بيشن بين هباتيس بي من شهر الى شهرين بعد اللاست دوس اذا كان الانتي اش بي اس اقل من عشرة كونسيدر ذي بيشن سي بي يعني اذا كان الهباتيس بي سيرفوس انتبادي اقل من عشرة يعتبر بيشن سبتبل في الركومنديشن ان نسوي بيشن بثلاث جرعات اخرى واند ريتست اكبر من عشرة بيشن اميون طبعا في حالة الانتي اش بي اصدر اكثر من عشرة بيشن 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 طبعا بيشن 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 للباشن اللي عندهم هباتيس C فيروس بس نسوي strict adherence to infection control precaution recommended for all hemodialysis patient يعني نفس strict infection control requirement اللي نتعامل فيه مع كل المرضى الهيمو دياليس روتين testing for ALT and ANTICV is important زي ما قلنا الهباتيس C virus positive patient should receive information concerning how they can prevent further harm to their liver and prevent transmitting HDV to the other وانس ان الب patient صار positive نتيجة hepatitis C positive يجب يعني لازم نعطيه معلومات عن كيف يقلل الدمج اللي ممكن يصير عنده في liver وكيف انه يحاول يمنع infection انها تنتقل للاخرين prevention and management of hepatitis D virus ايش هو hepatitis D virus hepatitis D virus هو virus يعتبر satellite يعتمد على وجود الهباتايتس B virus علشان يصير للreplication طبعا ال screening routine testing for hepatitis D virus infection for the purpose of infection control is not recommended الهباتايتس B vaccination of HIV 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 susceptible patient for prevention of hepatitis B virus transmission will reduce risk of HDV infection زي ما قلنا هو يعتمد على hepatitis B ف vaccination والهباتايتس B virus status مهم علشان نستبعد HDV الهباتايتس known to be infected with HDV should be isolated from all other diabetes patients including hepatitis B virus positive patient and should receive diabetes on dedicated machine طبعا مهم انه الهباتايتس اللي احنا نعرف انه 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 نفصل لهم عن كل المرضى الثانين حتى المرضى اللي عندهم hepatitis B علشان نمنع الانفكشن روتين screening for hepatitis virus is only indicated if there is a patient who is known to be infected with hepatitis D virus or evidence of transmission within the daily unit متى يكون screening routine في حالة انه عندنا patient احنا نعرف انه hepatitis D virus positive او انه الion عندنا كان عندنا transmission في نفس unit ال HIV infection teen testing for HIV infection for the purpose of infection control is not recommended again HIV screening is not recommended patient with risk factor for HIV infection should be tested if found to be positive they should receive proper medical care and counseling regarding preventing the transmission طبعا ما في recommendation من نسوي screening لل patient اللي عندهم HIV بس patient اللي عندهم risk factor should be لازم يكون لهم testing واذا طلعوا positive يعني they should receive الخدمات الاستشارية وكيف يتعلمون كيف طريقة منع transmission ما في اشتراطات خاصة في ال isolation no need to isolate patient who are HIV antibody positive or have acquired immune deficiency syndrome اللي هي l-AIDS from other patient or receive dialysis on separate machine to prevent transmission HIV transmission between patient within dialysis environment can be prevented by strict adherence to infection control precaution اللي هي standard precaution اللي هي recommended لكل patient طبعا ما في اشتراطات عزل للpatient اللي عندهم HIV or AIDS transmission HIV ممكن يصير لـ prevention عن طريق تطبيق standard precaution اللي هي mandatory لكل patient عشان كده ما في isolation need نجي الاخر بارت عندنا في المحاضرة هذه اللي هو monitoring of water that is used for hemod dialysis عن طريق microbiological testing and ونتكلم testing الميكروبيولوجيكال monitoring of treated water and dialysis اللي هي البكتيريال count والإندو texin كيف نسوي الميكروبيولوجيكال monitoring عن طريق قياس البكتيريا لكاون اللي هو عدد البكتيريا والإندو texin levels مت يتم this should be performed at least monthly and more frequently if problems are identified على سبيل المثال weekly إذا كان not up to the standard طبعا من recommendation أن نسوي at least monthly وأكثر حسب إذا كان في مشكلة طلعت زي مثلا الجهاز ما كان ماشي على المثال في بعض الحالات ممكن نحتاج نسوي weekly نفس نفس السامبل طبعا تؤخذ سامبل من الأجهزة السامبل should always be taken before disinfection or sanitization of water system or dilatized machine طبعا السامبل لازم تنوخذ قبل ما نسوي disinfection or sanitization للواتر system طبعا الشيء السايت اللي ممكن نسوي لها نأخذ منها عينات بالنسبة لل hemo dialysis machine طبعا ممكن نأخذ اللي هو minimum site اللي هي post ro membrane اللي هو المبراين اللي يستخدم للواتر وممكن نأخذ من first point of water distribution loop اللي هو أول مدخل للموية أو first outlet or first machine board وال end point of water distribution loop اللي هي last outlet or last machine board طبعا أحيانا قد يكون still في مشاكل فممكن أنه يكون فيه additional site تنوخذ if a problem with water system is suspected يعني عندنا مشكلة في system الواتر additional test site may be included test at least two machine amongst طبعا إذا كان the hemodelysis unit فيها أجهزة كثيرة يفضل أن نسوي test at least two rotate so that each machine is tested at least once per year طبعا لازم نسوي rotation بينهم علشان كل الأجهزة على الأقل يكون tested مرة في السنة obtain assemble from the daily site board of the daily laser or assembling board طبعا نأخذ العينات عن طريق ال recommendation process immediately or refrigerate to retard growth طبعا بعد أخذ العينة يجب أن يصبح لها processing وتروح اللاب بسرعة أو أنها تحوظ الثلاجة لكي لا يصبح زيادة زيادة في العينة limit and action level طبعا ما هي المت المسموحة وإيش الليفل اللي ممكن إحنا نسوي interaction أو ندخل فيه فالmaximum allowed أقصى أرقام مقبولة اللي بعدها يكون unsatisfactory اللي هي إذا كان bacterial colony count level أقل من 100 هذا مسموح أكثر منه غير مسموح الـ endotexin level لازم تكون أقل من 0.25 endotexin unit per milliliter أكثر منها غير مقبول الـ action level the action level is the concentration at which corrective measure are to be immediately conducted to reduce the bacterial and or endotexin's level which are typically 50% of the maximum allowed level الـ action level اللي هو 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 الـ level اللي إذا طلع لازم نحن نسوي corrective measure ونحاول نحل المشكلة ونرجع الـ level الـ normal acceptable level طبعا بالنسبة لـ current informing unit إذا كان أكبر من أو يساوي 50 نبدأ نسوي correction correction بالنسبة للـ endotexin's level أكبر من أو يساوي 0.125 اللي هي 50% من allowed limit if action level are observed disinfection and resetting shall be done immediately to restore the quality to unacceptable level على طول الـ corrective measure لازم يتم عمله علشان رجع level للـ normal range طبعا هنا في الـ initial implication of inadequate treatment of distribution water طبعا بالنسبة للـ bacterial colony count من 0 إلى 50 إلى أقل من 50 يكون satisfactory فما في action needed من 50 إلى أقل من 100 اللي هو borderline ممكن أن نسوي corrective measures أكبر من 100 and satisfactory وليزم يوقف الجهاز حتى نحل المشكلة بالنسبة لـ endotext level من 0 إلى أقل من 0.25 هذا يعتبر مقبول no actions needed أكبر من 0.125 إلى 2.5 هذا borderline طبعا investigate cause and put corrective action plan أكبر من 0.25 هذا عن satisfactory take out of use and correct corrective action implemented immediately شكرا لكم ويعطيكم العابة على حسن الاستماع وبالتوفيق اشتركوا في القناة